موسيقى يا جميكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم المحاضرة السابعة من امتحان توبيك واحد وسأفسر لكم الآن أهداف اليوم في البداية تكي في الاستماع سندرس كيف نختار الفكرة الرئيسية من هذا النص وسنتعرف كيف نختار رأي الرجل أو المرأة من النص حسب ما سنسمعه أيضا سنتعرف كيف نعبر عن الأمنية باستخدام قاعدة ميونتوكستويو وأيضا سنتعرف كيف نحول الأفعال إلى أسماء أو إلى مصدر مثل كوننغوت أو مونغنغوت هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة الكي فسندرس اليوم كيف نختار الفكرة الرئيسية من النص ثانيا سنتعرف على أفعال الإتصال 전화 받다 و 이용하다 و 전화로 예약하다 و 전화 콜다 وأخيرا سنتعرف على بعد الأفعال مثل أفعال خاصة مثل فعل 포함하다 و أف다 다르다 비슷하다 و 음연 تeda 22번 여기는 공원 안에 호수가 있네요 네, 그래서 저녁에 산책하러 오는 사람들이 많아요 공원에 있는 길을 따라서 걸으면 운동도 되겠는데요 우리 집 근처에도 이런 곳이 있으면 좋겠어요 그럼 산책하고 싶을 때 놀러 와요 إذن هذا ما سنتعلمه اليوم في الإستماع والقراءة لنبدأ مع السؤال رقم 22 من الإستماع 22번 نقرأ السؤال أولا لدينا المرأ و رجول يتحدث عن والمرأة تقول 여기는 공원 안에 호수가 있네요 네, 그래서 저녁에 산책하러 오는 사람들이 많아요 공원에 있는 길을 따라서 걸으면 운동도 되겠는데요 우리 집 근처에도 이런 곳이 있으면 좋겠어요 المرأة المرأة كرام سنتك هاكوشي بلتي دولو아요 إذن هذا الحوار بين الرجل و المرأة بالنسبة للسؤال الأول السؤال رقم 22 السؤال رقم 22 هو أننا يجب أن نختار ما هو فكرة ما هي فكرة الرجل أو رأي الرجل ولكن قبل أن نجيب على السؤال دعونا نفسر لكم الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا الكلمات كونوان حديقة هوسو بحيرة سنتك المشي أو التمشي يعني وندو الرياضة كنتو بالقرب من كيرلطارا على طول الطريق وقدت يمشي أميان تكسا يو أتمنى أن نيو جملة بلاس نيو صيغة تعجب ودنغو تو تو تا القيام بشيء معين هو جيد القيام بهذا جيد والقاعدة الأخيرة آ أو يا هم ندا يجب أن أفعل شيء معين ننتقل الأمثلة على هذه القواعد التي ذكرناها قبل قليل المثال الأول موري كيرلطارا عريرو هريقو اسم ندا الماء يتدفق على طول الطريق للأسفل الجملة التالية كيرلطارا كورميان بياني جامي ناوم ندا إذا مشيت على طول الطريق إذا مشيت على طول الطريق ستظهر لك بقالة عرب어를 잘하는 한국 선생님이 있으면 좋겠어요 أتمنى أن يوجد أستاذ كوري يتكلم اللغة العربية جيدة أونال نالشي جوكتنيا أونال نالشي جونيا الجو اليوم جميل سيغط تعجب توسقها نسو كمبو هاننغوشي جوتا الدراسة في المكتبة جيدة كمبو هاننغوشي جوتا الدراسة جيدة إذا تريد أن تتسوق عبر الإنترنت يجب أن تنضم إلى موقع أو إلى الويب سايت إلى الموقع هيا هميدا إذا هذا بالنسبة لأسئلة عفوا أمثلة على هذا السؤال وبالانتقال أو عفوا بالعودة إلى السؤال سؤال رقم 22 الجمل التي سنقرأها أولا كننغوشي جونيا المشي هو رياضة جيدة ثانيا سنتيغن جونيغي هاننغوشي جوسميدا هاننغوشي جوسميدا من الجيد أن تقوم بي المشي مثلا كمان آنه حصول ماندر어야 هميدا يجب أن نصنع أو يجب أن يوجد بحيرة في داخل الحديقة و أخيرا تب كنتوه كوني سنقيميون تكسميدا أتمنى أن يوجد بحيرة داخل الحديقة بقريب من بيتي هذا بالنسبة لرقم 4 الآن يجب أن نختار رأي الرجل رأي الرجل هو طبعا رقم 4 لجاب الصحيحة هي رقم 4 جب 근처에 كوني سنقيميون تكسميدا أتمنى أن يكون بالقريب من بيتي يوجدو هذه الحديقة هذه الحديقة الآن كوني سنقيميون تكسمي كوني سنقيميون تكسمي المترجمييون تكسمي المترجميات أحطا أحطا نعم المترجميات أحطا هذا إذن الحوار بين الرجل والمرأة في سؤال رقم 23 بالانتقال الآن إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا كندي ولكن ونستخدمه عادة عندما نريد أن نغير الموضوع أو ندخل في موضوع جديد ثانيا أبتاري الكرسي الأمامي أو المقعد الأمامي مو رقبة ويونغ هاقوان سينما كاب ثمن أو سعر وتيتاري المقعد الخلفي أبتاري وتيتاري يونغ مسرحية ميوديكول مسرحية موسيقية كاكا جدا يخصم أو يخفض السعر يقدم خصم ومن القواعد المذكورة في السؤال ماذا تارضع يختلف حسب والقاعدة التالية كهذا يجعل بلاس صفة يجعله شيء جميل أو بشكل يجعله بشكل مثلا جميل يبتوكي هذا القاعدة التالية فعل بلاس ننغو عني ييو أليس بلاس جملة وسنعطيكم مثال بعد قليل والقاعدة التالية اسم بلاس نا أو إينا اسم بلاس أو وسنعطيكم جملة أيضا بعد قليل ندرس الآن بعض الجمل على هذه الكلمات التي درسناها والقواعد التي درسناها أولا أجوشي أو بشكل رخيص. أليس اليوم موعد تجمع صفنا؟ أشتري كمبيوتر أو جهاز لوحي. كمبيوتر أو جهاز لوحي. وبالعودة إلى السؤال رقم 23 أيضا يجب أن نختار رأي الرجل أو فكرة الرجل الرئيسية. الرقم واحد يجب أن نجعل سعر المقعد المتعب أو المقعد الغير مريح رخيص. أتمنى أن يصبح سعر المسرحيات مثل الأفلام رخيص. ثالثا يونغانن أبتاري يسو بوميان تو تيمي سميدا. إذا شاهدت الفيلم في المقاعد الأمامية سيكون ممتعا أكثر. وهذا أيضا ليس صحيح لأنه قال أنها متعبة ورقبته تؤلمه. أخيرا يومغانن مودن تاري رقم واحد يجب أن نجعل سعر المقاعد الغير مريح رخيص. وهذا طبعا ليس صحيح لأنه لم يذكر هذه المعلومات. إذن الإجابة صحيح هي رقم واحد. فلبيان تاري رقم واحد يجب أن نجعل سعر المقاعد الغير مريح رخيص. إذن 정답 واحد. 24번 민수 씨, 왜 이쪽 길로 가세요? 저쪽 길이 더 빠른데. 오늘 마라톤 대회가 있어서 저 길로는 못 가요. 지금 시간에 마라톤을 해요? 평일 아침이라 차도 많은데 길이 많이 막히겠네요. 길이 좀 복잡하기는 하겠지만 어쩔 수 없죠. بالإنتقال الآن إلى رقم 24. 24번 민수 씨, 왜 이쪽 길로 가세요? 저쪽 길이 더 빠른데. 오늘 마라톤 대회가 있어서 저 길로는 못 가요. 지금 시간에 마라톤을 해요? 평일 아침이라 차도 많은데 길이 많이 막히겠네요. الرجل 길이 좀 복잡하기는 하겠지만 어쩔 수 없죠. هذا بالنسبة للحوار بين الرجل والمرأة. الآن بالإنتقال إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال. القواعد والكلمات أولا 이 쪽 هذا الاتجاه 길 طريق 저쪽 ذلك الاتجاه 이 쪽 저쪽 마라톤 ماراثون و 대회 مسابقة 평일 خلال الأسبوع والعكس جمال عطلة نهاية الأسبوع مكيدا مزدحم بكتاب هذا مزدحم أيضا أجل صوبته ما باليدي حيلة أو لا يوجد طريقة 일جي مبكرا و شلتا يكره أو لا يريد 참تا يصبر أو يتحمل الكلمة التالية أو القاعدة عفوان التالية هيونغ يونغ سا بلاس كتا هيونغ يونغ سا بلاس كتا سيكون بلاس صفى الكلمة التالية أو القاعدة التالية كي نن هجي مان كي نن هجي مان بالطبع ولكن نعطيكم أمثلة على هذه القواعد التي درسناها الآن أو قرأناها الآن أولا كنت أريد حقا أن أقابلك اليوم ولكن يبدو أنه مشغول الجملة الثانية أكره الاستيقاظ مبكرا ولكن ما باليدي حيلا ولذلك يجب أن أتحمل الجملة الثالثة اليوم ليست فترة التنزيلات ولذلك ستكون الملابس غالية ستكون غالية الفستان غال ولكنه جميل تستخدم عندما نريد أن نؤيد رأي الطرف الآخر في هذه الجملة يعني الطرف الآخر أيضا يعتقد أنه غالي وأنا أيضا أعتقد أنه غال ولكنه جميل هذا إذن بالنسبة للأمثلة وبالعودة للسؤال ما هي فكرة الرجل في هذا المثال أو في هذا السؤال يجب أن ينتهي الماراثون مبكرا إذا قمنا بالماراثون الطريق سيصبح مزدحم ولذلك هو يكره هذا الشيء وهذا لم يذكر في السؤال ثلاثة القيام بالماراثون صباحا هو جيد وهذه المعلومة لم تذكر في السؤال ورقم أربعة حتى لو كانت الطريق مزدحمة بسبب الماراثون يجب أن نصبر أو لا يوجد طريقة لأن الرجل أيضا قال ما باليدي حيلة إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة ننتقل الآن إلى القراءة القراءة الكي رقم ستة وأربعين ساشي بيوكبون في القراءة يجب أن نختار أولا الفكرة الرئيسية في بعض الأسئلة وثانيا يجب أن نختار موضوع الحوار أو موضوع المصر السؤال الأول رقم ستة وأربعين رقم ستة وأربعين ساشي بيوكبون إذن هذا بالنسبة للسؤال هذا ما كان يتحدث عنه السؤال والآن سنختار الفكرة الرئيسية من الموضوع في رقم ستة وأربعين صناعة الحقائب بالنسبة لي صعبة إثنان أنا أحب صناعة الحقائب ثلاثة أنا أصنع الحقائب مع الآخرين وأربعة أهدي الأطفال الحقائب الإجابة الصحيحة هي رقم إثنان سنعرف الآن لماذا بعد أن ندرس القواعد والكلمات القواعد أولا ماندرو جدا يصنع لي لدينا فعل ماندلدا يصنع ولدينا فعل ماندرو جدا يصنع لي ثانيا أهدي صنبورادا يعطي هدية لي أو يهدي لي وثالثا كيغا شبتا أوريوبتا جيميتا حقيغا أوريوبتا شبتا جيميتا هذا سهل الصنع سهل بلاس إسم ندرس أمثلة على هذه القواعد القواعد سهلة و بسيطة أولا أولا تشينغوغا 저에게 كيكر الماندرو جدا صنع لي صديقي كعكا إثنان أمهان ته قبان سمورهستا سمورهتا أهديت أمي حقيبا وثالثا شغرن 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 وعطي 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 القيادة في الريف سهلة وعطي 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 القيادة في الريف سهلة بسبب عدم وجود سيارات هذا بالنسبة لأمثلة على القواعد التي درسناها واليوم الآن سنتحدث عن ترجمة هذا السؤال الترجمة أنا أصنع الحقائب للأطفال وأصنع الحقائب غالبا للأشخاص الآخرين وأهديهم إياها صناعة الحقائب صعبة ولكن ممتعة هذا بالنسبة للترجمة وبالنسبة للإجابات أولا الإجابة الأولى تونين كابانج من دل جيجا اوريوب سميدا صناعة الحقائب بنسبة لي صعبة إثنان تونين كابانج من دل جيجا وهم نيدا أنا أحب صناعة الحقائب ثلاثة تونين تارين سرم كابانج من دل جيجا أصنع الحقائب مع الآخرين هذه الإجابة خطأ و تونين أي درجة كابانج من سمور هم نيدا أهدي الحقائب للأطفال وهذا لم يذكر في السؤال لأنه قال أهدي الحقائب للأشخاص الآخرين إذن الإجابة الصحيحة إثنان ننتقل الآن إلى رقم تسع عفوان سبع واربعين من القراءة ساشب سيل بن سبع واربعين ننتقل إلى قواعد هذا السؤال قواعد السؤال أولا أولا چينغوغا صديقي تاريغا أباسو قدموه تؤلموه ولذلك سوابه مداسبندا لم يستطع حضور الدرس تونين أوهوه مساءن چينغوه سبجر الواجب مارجوكمندا سأقول له الواجب نيرن غدن چينغو جيبه قاسو همك سأذهب إلى بيت صديقي غدن هكيوك هاريوغو هم ندا أنوي الذهاب إلى المدرسة مع صديقي غدن بالنسبة لي حل السؤال طبعا نحن يجب أن نختار الآن الإجابة الصحيحة أو الموضوع الرئيسي من النص أولا تونين تينغو رو تواجوكمندا سأساعد صديقي اثنان تونين تينغوه سالغو شب سم ندا أريد أن أعيش مع صديقي هذا لم يذكر في السؤال ثلاثة تونين تينغو تي بي سو سكتر رو هم ندا سأقوم بالواجب في بيت صديقي وهذا خطأ لأنه لم يذكر في السؤال تونين بطون تينغوه كاتشي هكيو غم ندا أذهب إلى المدرسة عادة مع صديقي وهذا ليس صحيح لأنه قال أنوي الذهاب غدا إلى المدرسة مع صديقي إذن الإجابة صحيحة رقم واحد 저는 친구를 도와줄 겁니다 سأساعد صديقي سأذهب إلى بيته وأقول له الواجب وأذهب معه إلى المدرسة إذن 정답 واحد ننتقل الآن إلى رقم ثمانية واربعين 48번 رقم ثمانية واربعين 형은 어릴 때 조용하고 말이 없었습니다 그리고 혼자 있는 것을 좋아했습니다 그런데 지금은 재미있는 말도 많이 하고 사람들도 자주 만납니다 بالانتقال إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا طيون هدا هادئ ماري أوبتا لا يتكلم كثيرا والعكس ماري منتا ثرثار أو يتكلم كثيرا القاعدة التالية كوسيل تواهدا تواهدتا أحب أن يفعل أو يحب أن يفعل يحب فعل شيء معين الكلمة التالية تهاجو غالبا هنجا إنن قد البقاء بمفرده ينال ومعني تاردا يختلف عن الماضي كثيرا قاعدة وقا تاردا يختلف عن وقا بستدا يتشابه أو يشبه أي يشبه بي مثلا لا يفعل شيئا كثيرا والأخيرا لا يستطيع أن يفعل متدا وأنهدا مختلف أنهدا لا يفعل هو لا يريد أن يفعل ولكن متدا لا يستطيع أن يفعل بالانتقال للأمثلة 언니는 조용한데 저는 말이 많아요 أختي هادئا لكنني أتكلم كثيرا 저는 어렸을 때 TV 보는 것을 좋아 했어요 عندما كنت صغيرا أحبب تو مشاهد تتل فاز 보는 것을 좋아 했어요 ثلاثا 저는 다이어트를 해서 옛날과 많이 달라요 أختلف كثيرا عن الماضي لأنني قمت بالحمية الغذائية 옛날과 많이 달라요 저는 فيديو 게임 을 잘 안 해요 أنا لا ألعب ألعب الفيديو كثيرا 저는 كافي 에서 공부를 못 합니다 لا أستطيع أن أدرس في المقه 못 لا أستطيع بالعودة إلى السؤال سنختار الفكرة الرئيسية من السؤال الفكرة الرئيسية الجمل هي أخي يختلف عن الماضي كثيرا أخي لا يتكلم كثيرا هذه الأيام وهذا لم يذكر في السؤال أو عكس ما ذكر في السؤال أخي لا يستطيع أن يقول مواضيع ممتعة أخي ين رأي سرام دل جاجو من ناس ني هذا قابل أخي الناس كثيرا أو عادة في الماضي وهذا خطأ لأنه كان هادئ ولا يتكلم إذن بترجمة السؤال أخي عندما كان صغيرا كان هادئا ولا يتكلم كثيرا وأيضا كان يحب البقاء بمفرده ولكن ولكن هذه الأيام أو الآن أصبح يقول مواضيع ممتعة كثيرا ويقابل الناس كثيرا إذن الإجابة الصحيحة والمناسبة لموضوع النص هي رقم واحد أخي يختلف كثيرا عن الماضي ننتقل الآن إلى رقم واحد وخمسين واثنان وخمسين واحد وخمسين وشي بإلبان لدينا السؤال أيضا هنا يجب أن نختار الكلمة أو الجملة التي ستدخل في المكان المناسب 120 전화는 편리합니다 이 전화는 외국인도 호텔을 예약하고 싶은 외국인을 여기에 전화하면 됩니다 택시나 기차 예약도 도와줍니다 또한 외국어로 관광 안내도 받을 수 있습니다 120 전화는 24시간 tonare pasimida إذن هذه هي الجملة السؤال رقم 51 والسؤال رقم 52 تعلقان بالجملة ولكن أولا سنشرح لكم القواعد المذكورة في هذا السؤال tonare tonare patta tonare patta يرد على الهاتف tonare hada يتصل tonare kolda يتصل أيضا tona hada يتصل أيضا tonaru yayaqada يحجز باستخدام الهاتف billida يستعير yungada يستخدم yung استخدام yung 시간 وقت الاستخدام yayaqpangbob طريقة الحجز و service nayong محتوى الخدمة kwangwanghada saaha kwangwanghagi siyaaha kwangwanghagi chouun jayidun lissiyaaha هذا بالنسبة للكلمات والقواعد المذكورة في السؤال وبالانتقال إلى الأمثلة واحد danun yujum bongwa maumi modu pionae qalbi wa jismi murtahan هذه الأيام chulgun 출퇴근 할 때는 지하철 이 편리합니다 المترو مريح عند الذهاب والعودة من العمل الثلاثة 안녕하세요 는 아랍어로 어떻게 말해요 كيف أقول 안녕하세요 بالعرب أو باللغة العربية 안녕하세요 는 아랍어로 어떻게 말해요 كيف أقول 안녕하세요 باللغة العربية الجملة 달리 저는 식사는 전화로 예약하면 됩니다 전역 식사는 전화로 예약하면 됩니다 يمكنك حجز العشاء بإستخدام الهاتف 하면 됩니다 يمكنك أن وأخيرا 이 ويبسايت 는 구급 호텔 يياج تواجم هذا الموقع يساعدك في حجز فنادق فخمة رل تواجم هذا بالنسبة لأمثلة المذكورة على هذا السؤال ننتقل الآن إلى تحليل السؤال تحليل السؤال هذا الهاتف مريح للاستخدام الأجانب ثم فرع حجز الفندق الأجنبي الذي يريد أن يحجز فندق يمكنه الاتصال على هذا الرقم يساعدك أيضا في حجز التكسيا أو القطار بالإضافة إلى ذلك لغة الأجنبية إرشادات السياحية تستطيع أن تحصل على إرشادات سياحية باللغة الأجنبية أو على مدار الساعة طيب بالانتقال إلى الأسئلة السؤال رقم 51 وشي بإلبان ما هي الجملة التي يجب أن تدخل في كيو الجملة الصحيحة هي تحليل الإجابات طبعا أولا لدينا يمكن أن يرد واحد يمكن أن يرد اثنان يمكن أن يحجز ثلاثة يمكن أن يستعير وأربعة يمكن أن يستخدم الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة يمكن أن يستخدم رقم 52 سؤال رقم 52 وشي بإيبان تحليل الإجابات أولا عن ماذا يتحدث هذا الموضوع ما هو موضوع النص أولا أوقات استخدام اتصال 121 اثنان طريقة حجز التاكسي والقطار ثلاثة محتوى خدمة الاتصال هذه وأربعة الأماكن الجيدة للسياحة في كوريا إذا مرة أخرى عن ماذا يتحدث هذا النص أولا وقت استخدام هذا الاتصال أو الهاتف طريقة حجز القطار والتاكسي وثلاثة محتوى خدمة هذا الاتصال وأربعة المكان المريح للسياحة في كوريا طبعا الإجابة الصحيحة عن ماذا يتحدث هذا الموضوع هو يتحدث عن رقم ثلاثة الإجابة الصحيحة تنضب ثلاثة محتوى خدمة اتصال 120 طيب بالانتقال الآن إلى القراءة رقم ثلاثة وستين واربعة وستين رقم ثلاثة وستين لدينا موضوع أو لدينا جملة وسنقرأ هذه الجملة من خلال الصورة ونجيب على الأسئلة ثلاثة وستين واربعة وستين السؤال الثالث وستين الآن من القراءة 63번 아이들이 좋아하는 그림책입니다 초등학생들이 읽을 수 있습니다 한 번밖에 안 읽어서 깨끗합니다 가격은 배달 비용을 포함해서 만 오천 원입니다 관심 있으신 분은 이메일로 연락 주세요 الآن لدينا هذه الصورة والموضوع تامي كتاب الرسومات الممتع السؤال الثالث وستين ورابع وستين يتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نحلل أولا السؤال وكلمات هذا السؤال والقواعد بالنسبة لتحليل الجمال أولا لدينا جملة كتاب مصور أو كتاب رسومات يحب الأطفال 초등 학생들이 읽을 수 있습니다 يمكن لطلاب المدرسة الأساسية قراءته 한 번 밖에 안 읽을 كتاب لم أقرأ ه إلا مرة واحدة ولذلك هو نظيف 각 يوج 비용 15000 원 السعر التوصيل يشمل تكلفة التوصيل وهو 15000 원 المهتم الشخص المهتم الرجاء التواصل معي عبر الإيميل بالانتقال إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولاً 강 пал siis لم أفعل سوى مرة واحدة أو إلا مرة واحدة ثانياً مثلاً لدينا لم أفعل ولا مرة إذاً لم أفعل إلا مرة واحدة يعني فعلته مرة واحدة الجملة الثانية لم أفعل أبداً ثلاثة باكي أن مع فعل وملايوم مثلا لا أعرف سوى لم أفعل سوى وسنعطيكم بعد قليل مثال القاعدة التالية يشمل ماذا؟ يشمل اسم طبعا بيوم تكاليف كاكيوك سعر يوصل عنده اهتمام الصغة الاحترامية منها عنده اهتمام الشخص الذي عنده اهتمام أو المهتمين بصيغة أخرى القاعدة الأخيرة اتصل على الرقم مثلا أو الإيميل أو هكذا أمثلة على هذا السؤال أولا لم أذهب إلى الدول العربية إلا مرة واحدة فقط والجملة التالية لم أذهب إلى الدول العربية أولا مرة هوتل يأيقل بواميسو 200 مانون يجب أن تدفع مليونين بما يشمل حجز الفندق بواميسو الجملة التالية سعر البنطال هو 30 ألف ون ولكن تكلفة التوصيل 10 ألف الجملة التالية المهتمين بالرقص تفضلوا إلى معهدنا هذا بالنسبة إذن لأمثلة على القواعد التي ذكرناها في السؤال وبالانتقال إلى تحليل الإجابات رقم 63 يوكشب سامبون لماذا كتبت هذه السيدة هذا النص واحد كريم جيغل بلغو شبوسو لأنها تريد أن تبع كتاب الرسومات اثنان كريم جيغل بلغو شبوسو لأنها تريد أن تغير كتاب الرسومات ثلاثة كريم جيغل سوغيه شبوسو تريد أن تقدم كتاب الرسومات رقم أربعة كريم جيغي دهي مرابو شبوسو لأنها تريد أن تسأل عن كتاب الرسومات اي دهي مرابو تريد أن تسأل عن الإجابة الصحيحة طبعا واحد كريم تيغل تريد أن تبيع الكتاب إذن تونغ داب واحد رقم أربعة وستين سنختار الجملة الجملة الصحيحة أو المناسبة لمحتوى هذا النص الجملة الأولى ي كريم تيغل هذا الكتاب هو كتاب جديد كتاب الرسومات هو جديد وهذا خطأ لأنها قالت أنها قرأته مرة إذن هو مستخدم قرأته أكثر من مرة لكنه نظيف خطأ لأنها قالت أيضا أنها قرأته مرة واحدة كتاب يقرأ قبل الذهاب إلى المدرسة الأساسية وهذا خطأ لأنها قالت أنه يمكن أن يطلع المدرسة الأساسية قرأته وأخيرا وفي السؤال ذكر أن سعر الكتاب يشتمل تكلفة التوصيل نفس المعنى إذن الإجابة هي إذن هذا كل شيء لدينا اليوم بالنسبة للاستماع والقراءة وسأعطيكم ملخص مرة أخرى لما درسناه اليوم في محاضرة اليوم أولا بالنسبة للاستماع درسنا في الاستماع كيف نختار الفكرة الرئيسية من النص ودرسنا كيف نختار رأي شخص في الحوار حول موضوع معين رأي الرجل أو رأي المرأة وثلاثة قمنا بتحويل الأفعال إلى أسماء مثل كوتا وكوكي هذا هاقي واندون هذا ومكتا مكي أما بالنسبة للقراءة الكي فتعلمنا كيف نختار موضوع النص أو الفكرة الرئيسية من النص وثانيا تعلمنا كلمات الاتصال مثل وغيرها من الكلمات وتعلمنا أيضا اليوم بعض المصطلحات مثل جيد للقيام به أو هكذا وثانيا ليس جيد هذا كل شيء بالنسبة للقراءة والاستماع اليوم أما بالنسبة للكلمات الرئيسية التي درسناها اليوم والكلمات المهمة أولا يَيَكْهَدَا يَحْجِز ودرسنا أيضا كلمات مثل كون هذا وبيولي هذا وما الفرق بينهما ودرسنا أيضا كلمات التوصيل تتعلق بالتوصيل مثلا تكلفة التوصيل وبيدال هذا يوصل درسنا أيضا كلمات تتعلق بالاتصال مثل توناهدا تونابتا وكولدا توناهدا وغيرها من الكلمات أيضا درسنا كلمات مثل ويغوغين وويغوغو ويغوغين أجنبي وويغوغو لغة أجنبية ودرسنا أيضا كلمات مثل تويونهدا هادئ وماريمنتا كثير الكلام أو ثرثار وماريوبتا قليل الكلام إذن هذه هي الكلمات الرئيسية التي درسناها في القراءة اليوم وهذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا ومع السلامة